بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نوافقكم كالعادة بالحصيلة اليومية للترصد الوبائي لداء كوفيد-19 ببلادنا المتعلقة بـ 24 ساعة ما بين الساعة الرابعة لبعد زوال الأمس إلى حدود الساعة الرابعة ليومه الـ 2-25 ماي 2020 حيث إنه خلال هذا 24 ساعة أكدت مختلف المختبرات الوطنية المساهمة في عملية تشخيص المخبري وجود تسعود وتسعين حالة إضافية جديدة خلال هذا 24 ساعة ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة ببلادنا منذ بداية الوباء سبعلاف وخمسمائة واثنين وثلاثين حالة هذه الحالات سجلت جلها وبالضبط 85 منها ضمن عمليات إما الكشف لدى أشخاص لا تبدو عليهم أعراض المرض أو في إطار التحري الوبائي ما بين المخالطين لحالات مرضية أخرى وقد تم تشخيص هذه الحالات على وجه الخصوص بجهة الضرب بضعة سطاة حيث إن واحد وستين حالة من بينها تسعود وتسعين تم اكتشافها بهذا الجهة تليها جهة تنجا تطوان الحسيمة ب 24 حالة ثم تأتي جهات أخرى هي رباط سالة القنيطيراء مراكوش أسفي سوس مسا وفاس مكنس على أن باقي الجهات لم تسجل حالات خلال هذا 24 ساعة وفي المقابل استبعدت المختبرات جراء نتائج سالبة لفيروس كورونا المستجد من جمعه 9222 حالة كان مشتبه إصابتها بهذا الفيروس إلا أنه كما قلت جاءت نتائج المخبرية سلبية فيصبح عدد الحالات المستبعدة ببلادنا منذ بداية الوباء طبقا طبيعة الحل المعايير المعتمدة هو 144 1671 حالة بالنسبة للتوزيع الزغرافي للنسبة المئوية لمجموعة الحالات المؤكدة منذ بداية الوباء يبقى تقريبا هو حيث أن جهة الضربضة سجلت بها ما يقارب طولة الحالات متبوعة بجهة مراكش أسفي بما يقارب 18% الحالات ثم جهتا فاسم كناس ورباط سلا القنيط بما يفوق 13% ثم جهتا الرباط سلا القنيط وضرع تفيلات وتأتي بعيدا الجهات الأخرى خلال هذا 24 ساعة أيضا تم التبليغ عن حالة وفاة واحدة إضافية جراء الإصابة بهذا المرض ليصر العدد الإجمالي لحالات الوفاة المرتبطة بهذا الداء منذ بداية الوباء ببلادنا 200 200 حالة ولتبقى النسبة المئوية للإيمات مستقرة في حدود جوش فاصلة سبعة في المئة وخلال هذا 24 ساعة أيضا تم التصريح بشفاء من مجموعه 71 حالة طبقا للمعايير المعتمدة من أجل التصريح بالشفاء وليصير بذلك إجمال الحالات التي تمثلت للشفاء تمثلا تأمنا هو 4774 حالة وتبقى النسبة المئوية للشفاء مستقرة في حدود 63.4% ديال الحالات أخيرا وتواصلا مع ما نتوصل به من أسئلة حول مؤشر انتشار المرض فإنه إلى حدود اليوم سجل انخفاضا طفيفا حيث إنه على الصعيد الوطني أصبح يساوي 0.76% لكنه يختلف من جهات لأخرى ففي حين أنه نزلت احتبط 0.5% ببعض الجهات فهو لا زال يقارب الوحد وبالضبط 0.93% بجهة الضرب ضا سطات إذن كان هذا كل ما يتعلق بالحالة الوبائية لداء كوفيد 19% ببلادنا خلال هذا 24 ساعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة